النهاردة المغرب ما تقدرش يعني عارف المشهد اللي كنت جابه من شوية المشجع اللي هو ايه انت مش عايف تزعل ولا تفرح تشجع ولا ولا تزعل انه الحلم ماكملش للاخر هم حطوك في حتة كده اللي هو رفعه توقعاتك على الاخر وحسوك انه عادي ناخد كاس العالم بس النهاردة طيب تقول بكل بكل فقر من المغرب عمل كل اللي عليها هو زيادة طبعا خلينا نقول ان الحلم مش ماكملش له هو اللي احنا فيه ده هو حلم لا كامل ما كانش فيه منتخب عربي يوصل الرمع النهايه ما كانش فيه منتخب أفريقي يوصل نص النهائى فاللوصل بمنتخب المغرب بنهاتي هو ده حلم خبس احنا حققنا الحلم فعلا واللي يعني متش فرنسا وحتى متش كباتي هو ابو نص على هذا الحلم وصل المص النهائى ده انجاز عظيم جدا المنتخبات العربية والأفريقية فأغلب الوقت كنا منروح بتحت مظلة التنسيق المجرف منتخب المغرب تخطى ده زي ما هو كان اول منتخب عربي يتخطى ده زمان بقى أول منتخب يوصل كمان الربع النهائي وفرقه قبل كده السنغال طبعاً وغانا وصله للربع النهائي بقى هو أول منتخب إفريخ كمان يوصل نص النهائي فمنتخب المغرب عايش الحلم عايشنا مع الحلم تخطى حاجات كتيرة وحواجز كتيرة كنا في كينها صعب جداً نتخطها ما بنتكلمش حتى في أن المنتخب المغربي عان أو لقى مجموعة مقبولة فصعب منها تاني بالعافية وبعد كده لا هو بيلعب منتخبات التاني والتالت على العالم في 2018 بيتخطاهم وبيتصدر عليهم المجموعة بيعدي دور أسبانيا في دور 16 واحد من المرشحين على الأقل الرابع النهائي البرتغال اللي كانت نشرعها بشكل كبير إنها تصل على الأقل سيمي فاينال تخطاها كمان بيلعب فرنسا بطل العالم اللي عنده مجموعة وكوكبها مرعبة من النجوم ومش بس هو بيلعب المغرب في حالته اللي هي الطبيعي اللي الفرنسا اللي يتفوق على المغرب ولكن بيلعبه وهو عنده مجموعة مش قليلة من الإصابات عنده إجهاد مرعب للفريق فكان الحقيقة الموضوع يعني نقدر له نوه ما كانش في الإمكان أفضل تعمل مباراة محترمة جدا جدا يعني المباراة محترمة مش بس مع كل الغيبات دي فانت قاس بلعنك خسيرة النهار دا لأ أنت كنت ندي المنتخب الفرنسا جدا ولو في فعالية أكتر في التلت الأخير كان على الأقل المغرب وصلنا في وقت من وقت المباراة لواحد واحد وبعد كده ربنا يسهل فلا ما ندرش نلقوم حد في المنتخب المغربي ما ندرش نقول أو يعني حتى زعل ما نفقاش يكون زعلانين طبعا كان نفسنا الموضوع يبقى أكبر من كده ولكن اللي احنا فيه ده هو فعلا حلم وحلم كبير جدا للمغربة طبعا في المقام الأول قبل أحد لازم يجي للمغربي اللي موجود دلوقتي ده يكون عارف أنه هو أفضل جيل في تاريخ العرب أفضل جيل في تاريخ أفريقيا بديوصل لحاجات ما كانش حد يحلم نحن وصال إحنا أعرب مرة كنا ربين من الحلم ده كان مع غانا في 2010 لكن اللي بيعمل منتخب عربي كمان من هنا في الموضوع بشكل كبير جدا حاجة فخ لكل العرب محدش يزعل محدش يضايق ماتش كرراتي هو بونس للكلام طبعا ميديليا هتبقى حاجة تانية وجديدة تتضاف أو ميديليا في تاريخ العرب ولكن ماتش فرنسا وماتش كرراتي في النهاية هم بونس على إنجاز تاريخي عامل ريد الرجلاجي مع كل اللعب اللي كان موجودين معا